معنا من إربد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بنيهاني أهلا بك سيد حسين يعني في البداية كيف استقبلتم في البلديات توجيه الحكومة بتجهيز مثل هذه الأسواق يا ستي بارك الله فيك أخوة بيان الله ميسيكو بالخير وجميع المشاهدين بداية اسمحي لأخوة بيان يعني باسمي كرئيس بلدية إربد الكبرى وعضاء مجلس بلدية إربد وموظفينها أن نقدم أحر التعازي لأسرة الأخ أنس الجمرة الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر والده ووالدته وزوجته وأبنائه على هذا المصاب إن شاء الله أن الله يتقبله ويرحمه ويغفر له إن شاء الله فهذا أول الشغلة الشغلة الثانية ستي إذا سمحتي لي طبعا هو من عمل البلديات نحن نتفضل فيه دولة رئيس الوزراء مشكور شكرا أنه حدد أنه ممكن الدولة نتساهم في التبرع بقطع أراضي تكون مملوكة لخزينة الدولة لأنه أمرها من مواجهة عقبات إحنا في البلديات أنه بكونش في قطع أراضي في الوسط التجاري بتكون غالية الثمن جدا يعني بتكون بالملايين قطع هذه الأراضي نعملها أسواق شعبية يعني مشكور دولة رئيس الوزراء أنه ساهم في حل هذه المشكلة لأنه كل بلديات المملكة أخت بيان كل بلديات المملكة بتعاني من هذه المشكلة اللي هي البسطات والعربيات والبيكمات والعربات اللي بيكونوا متجولين طبعا من عمل البلديات أخت بيان والمستمعين أنه تنظيم الحركة المرورية وتنظيم الحركة التجارية إحنا من واجبنا أن ننظم المرور أن ننظم مرات المشاة الأرصف أن تكون من حق المشاة والشوارع من حق المركبات اللي بتتجول بالسوق والمحلات من واجبنا كمان أن هذه المحلات بتدفع أجره وبترقص قانوني من واجبنا نحميها برضو أن مصحاب البسطات ما يكونوش يضاربوا عليهم في محلاتهم وفي أسواقهم بس هذا لا يعني أنه إحنا نقطع رزق العنم إحنا في عنا بأربد على سبيل المثال لا يقل من 2000 إلى 3000 وهذا موثق عنا أساميهم وأرقام آلياتهم ومركباتهم وعربياتهم بتحركوا فيها لما منحكي من 2000 إلى 3000 أخ بترزق بهذه الوسيلة إذا ما صار فيه تنظيم وصار فيه التزام رح يكون فيه فوضى رح يكون فيه عشوائية بالمدينة ورح يكون فيه عاقة لحركة المرور وحركة المشاة والبلدية يعني معروفة بلدية تربد هي من أقدم بلايات المملكة أكيد تتعامل مع أخواننا المواطنين حسب القانون وبيروح القانون وكثير يعني من المشاكل اللي منحلها يوميا فالأخ أنس إحنا بعده ما بينا نشي التحقيق وإحنا بلغنا الجهات الحكومية من الحاكم الإداري للجهات الأمنية أن نشكلنا لجنة التحقيق إذا فيه لا سمح الله أي موظف بالبلدية إحنا مبدئيا وقفنا في عنا إحنا أكثر من مجموعة اللي بتابع الأسواق هذه المجموعة اللي نحكى عليها توقفت مبدئيا عن العمل لحين انتهى من التحقيق إذا تبت على أي موظف الإساءة في عمله سيتحول للقضاء إن شاء الله نعم لحين تجهيز هذه الأسواق أو المقترحات التي قدمتها الحكومة هل ستبقى هذه البسطات موجودة لحين إيجاد حل ربما مناسب للجميع أخت بيان بارك الله فيك إحنا في لجنة مشكلة ومشكورة حاكم الإداري عطوفة المحافظ رضوان لعتوم مع مدير الشرطة ومدير مخابرات إربد ومدير الإقليم أكثر من مرة منقعد مع ممثلين لأصحاب هذه البسطات واتفقنا على ثوابت ثوابت إنه في حرم تجاري إنه مسموح بعدد ممكن إنه ممنوع للبسطات والعربيات والمركبات تتوقف في حرم الدوار في حرم الإشارة الضوئية في التقاطعات الخطرة ما تبقى إحنا منسمح لهم إحنا عارفين الضائق المالي وعارفين الوضع الاقتصادي اللي منمر منه بسبب الأزمة الموجودة المحيطة بالمنطقة والمحيطة بالأردن ومقدرين إنه في عنا بطالة ولهذا السبع إحنا منقول متعامل مع الفلة ثلاثة آلاف استيعابه مش سهل لكن موزعين لهم مواقع معين وسامحين لهم في وسط المدينة عند حرم الجامع على سبيل المثال إخوة بيانا أناسف إنه أطلت على سبيل المثال إحنا عملناهم سوق شعبي بضم ثمانين وقابل للتوسعة ثمانين بصة ودعيناهم أصحاب البصات اللي بيبصوا عند الجامع الكبير في وسط المدينة إنه بداء ما يبصوا على الرصيف وفي الشارع وعيق المشاور مرور إنه أخذوا هذه البصات ومجانية ورقمناهم وطلبنا منهم أكثر من مرة لغاية يقارب الأربعين يوم والله ما أجوى واحد منهم قبل إنه يأخذ بصة بصة بطريقة منطقية وبطريقة علمية وأنا مهندس معي العالم صممت وبطريقة أول شيء بصة محمية إلى مستوداحها اللي يقدر خزن فضاعته إلى شهادر تحميه في الشمس وفي المطر نعم ولكن السؤال الأهم معذراً على المقاطعة سيد حسيني في ضوء العجز وتقليص الموازنات المخصصة للمجالس المحلية كيف سيتم التعامل معها ستة إحنا يعني زي ما تفضلت حضرتك إحنا مستمرين يعني شكراً لدولة رئيس الوزر مرة ثانية إنه إذا في قطع عراض بلخزينة الدولة بسهل علينا الأمر هاي أول شغلة إثنين البلدية في أسواق في عنا إحنا سوقين موجودات لكن للأسف أخواننا أصحاب البسطات راضين التعامل فيه هلا حالياً إحنا وبلدية الرنثة منبني بأكبر سوق شعبي في المملكة على قطعة أرضنا ساحية 135 ديلم ممنوقة للبلدية إربد راح تكون أكبر سوق شعبي واجبنا لها منحة دولية مليون دولار قنقول وإن شاء الله البلدية راح تكمل بلدية وبلدية الرنثة راح نكمل دعم هذا المشروع اللي يكون هو راح يحل مشكلة كبيرة من أصحاب البسطات والعربيات فنشتغل على هذه الحلول بس أنه أحنا بعتقد أنه يعني أنا ما بدأ ضيع الموضوع أنه الأخ أنس رحمة الله عليه هو يعني توفاه الله في بيته يعني صباحاً وهذا تقرير التشريح اللي تم والأجهزة الأمنية أنه توفى ساعة ثمانية صباحاً قبل ما البلدية دعم البلدية مولى أسواق بدعم على العشرة بعد العشرة توفى في البيت لقوه شارق حاله رحمة الله عليه فبعده لا طلع السوق ولا موظفينا بالسوق بجوز يكون في عنده مشاكل بعده التحقيق ما انتهى أنا ما بتدحكوا مع السلامة لكن بجوز يكون في عنده أمور ثانية الله يصبر أهله ويصبر زوجته وولاده ويرحمه وإحنا من هنا لننتهى التحقيق إذا فيه سلبيات أو اخطاء راح نتلفها إن شاء الله في المترجم نعم المهندس حسين بنيهاني رئيس بلدية إربد الكبرى كنت معنا شكراً جزيلاً لك